اشتركوا في القناة وبحسب المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة فان حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت منذ السابع من اكتوبر الماضي الى اربعة وعشرين الف شهيد وستمائة وعشرين وواحد وستين الفا وثمانمائة وثلاثين جريحا دعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية للحشد والمشاركة الواسعة في المسيرات التي ستنطلق غدا الجمعة من المساجد المركزية في مراكز مدن الضفة الغربية المحتلة وتأتي هذه المسيرات بعد اكثر من مئة واربعة ايام من الابادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال في غزة وتصاعد العدوان في الضفة الغربية في اليمن شهدت مدينة تعز مسيرة حاشدة للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة ودعما لدعوى دولة جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية وللمطالبة بكسر الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحثي الارهابية على تعز للعام التاسع على التواري ورفع المحتجون لافتات وشعارات تندد بالموقف الامريكي الداعم للاحتلال الاسرائيلي وصمت الحكام العرب تجاه جرائم الابادة الجماعية في غزة مشددين على ضرورة وقف العدوان ومحاسبة قادة الكيان الصهيوني في الشبوى فادت مصادر عسكرية ليمن شبابا ميليشيا الحثية الارهابية شنت هجوما استهدف مواقع تتمركز فيها قوات العمالقة التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرع المحرمي قالت المصادر أن الهجوم الحثية استهدف مواقع في جبهة القندع بمديرية بيحان بمحافظة شبوى مضيفة أن شهداء وجرحا سقطوا في هذا الهجوم وتم نقلهم إلى مستشفى الدفعية بمدينة بيحان سجلت العملة المحلية تراجعا جديدا أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار في تعاملات اليوم الصباح من اليوم الخميس محققا بذلك أدنى قيمة له منذ بداية العام الجاري وبحسب مصدر مصرفيا بلغ سعر صرف الدولار الواحد في عملية الشراء ألفا وخمسمائة وثلاثة وستين ريالا وألفا وخمسمائة وخمسة وسبعين ريالا للبيع وبلغ مقدار التراجع نحو عشرين ريالا منذ يوم الثلاثاء حين أبل أعلن البنك المركزي حصوله على الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعمه استقرار سعر الصرف ختم هذا المجز إلى اللقاء